أطفال إلهم أربع سنين مهاجرين من سوريا وما شافوا حدا من أقربان أو أصدقائهم أو بيوتهم. يعني وسبب هذا الشي هنا السياسيين بدي إلكون يا سياسيين بطلقوا اللعبة هاي. مشان نحن نرجع لوطننا. مشان هل أطفال يتمي أمنوا مستقبلون. نحن نأمن مستقبلون. موسيقى 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 أنا بوزه رسالتي لكل أطفال العالم. بتمنى إنو تشكروا الله على النعمة اللي إنتو فيها ببيوتكم وبلدكم. بشكركم كتير وما تنسونا. ما تغير شيء أبداً أبداً بس تغير ديكور البيت شوي. ولسادني عم كمل حياتي روح على الدورة الإنجليزية وبروح على المدرسة كل يوم. مرات بينزل المطر وبروح على المدرسة لوقت ما روح وأرجع بصير كل يطين. نفس الإشي كل مرة. صلي سنتين ما شفت لا رفقاتي بسوريا ولا ولا إخواتي ولا ولا إخواني ولا إخواني يعني. وفي أطفال بعرف أن الضحف اللي عشتوا أنا هون هني عاشوا. أعلى نقطة بالمخيم تابعنا. وفي كتير من المخيمات هون. وفي كتير أطفال مثلي وأصغر مني وأكبر مني كمان. يعني لحتى تشوفوا قديش في أطفال خلقهم هون. لسا ما بيعرفوا شي عن سوريا. ولا بيعرفوا كيف شكلها ولا بيعرفوا بيتهم. وحتى فيه منهم ما بيعرفوا لا أخوالهم لا أعمامهم. ويعني كتير من الناس. وحتى كتير منهم صغار وتيتموا يعني. أنا يعني هلأ شفت الفيلم تبعي. ولسا ما تحققت أمنيتي أبدا أبدا. ويعني حسيت بالسوق شوي بس عادي. يعني لازم مشي وضعي شوي. لأنه مو بقيتنا أنه نطلع من هون ونرجع. ومو متل سوريا أبدا أبدا أبدا.